محاصصة طائفية وحزبية أسست وفقها العملية السياسية في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 محاصصة تسمح بانتهاك حقوق المكونات المجتمعية العراقية كما تسمح بتعاضم نفوذ الميليشيات الموالية لإيران لتنفيذ مخططاتها في تغيير التركيبة السكانية للشعب العراقي اليوم نحن فقدنا بكل القوات الأمنية الموجودة وبالأخص اليماسكين السيطرة المسيحيون العراقيون مكونون مجتمعي واجه اضطهادا متصاعدا من جانب الميليشيات والحكومات المتعاقبة التي حكمت العراق بعد العام 2003 الأمر الذي دفع أكثر من 90% منهم إلى الهجرة التقدر أعداد المسيحيين في العراق حاليا بنحو 150 ألفا بينما كان العدد قبل الاحتلال الأمريكي يصل إلى نحو مليون ونصف المليون مسيحي تفاقبت معاناة المسيحيين في محافظات الجنوب بصورة خاصة حيث تتمتع الميليشيات في هذه المحافظات بنفوذ أوسع في ظل غياب القانون وتراجع دور الدولة في حماية المجتمع بجميع مكوناتهم واقع أدى إلى انخفاض عدد المسيحيين في محافرة البصرة مثلا من 7000 عائلة إلى 350 عائلة فقط فأصبحت الكنائس هناك فارغة أو مغلقة بالكامل وبحسب تصنيف منظمة معنية بأوضاع المسيحيين في العالم فإن العراق يأتي في المركز السادس عشر من بين أسوأ البلدان التي يتعرض فيها المسيحيون للقمع والاضطهاد والتهجير ونهب ممتلكاتهم الخاصة بل والتهديد بالقتل ليبقى المكون المسيحي واحدا من المكونات المجتمعية التي تعرضت للاضطهاد تنفيذا لمخططات تروم تهشيمة ديمغرافية العراق وفق أجندات إقليمية طائفية